هاي تول موند السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم ليمن من الجزائر من بجاية قبل مبدأ الفيديو من فضلكم صلوا على الرسول عليه افضل اصلاة والسلام شكرا لأوفياء الاعزاء من فضلكم قبل مبدأ الفيديو اشتراك ولا منزل مشارك شي اشترك من فضلكم لايك لايك جام بفضلكم والبرتاج من فضلكم اذا اليوم جبت لكم بما دام يعني رانا في الوقت الحمضيات البرتقال والماندارين والليمون جبت لكم تشيز كيك تاع البرتقال والليمون والماندارين عالي مهوي بكل دكات وحركات ليمن باذن الله تنجحوا فيه مهوي فقط تبعوا المراحل وطبعوا يعني كيفاش تنجحلك هذا الكيك العالي من فضلكم لانا فقط عندي فقط استفسار يعني صغير ملاحظة يعني نعتذر ولا قصرت معاكم يعني لانا عندي مشكل الاشعارات ما تلاحقنيش من فضلكم سمحولي يعني قصرت معا واحد وشكرا شكرا ألف شكرا يعني مشكل الاشعارات والله ما عبيت وعلاش اذا نروحوا للمكونات اذا عندي لهنا ربعة بيضات على درجة الحرارة المطبخ اذا نجيب لغزيبيون تاعي اذا نكسر ربعة بيضات على درجة حرارة المطبخ ندير قرصة بتاع الملح ندير كأس الى ربعة منها السكر اذا نجيب لباتر تاعي نباتي باتي حتى يوليلي بيض وحتى تبللي السكر تاعي يفوك توبا يعني بالباتر يعني اختي واحد وقتك اذا نجيب كأس الى ربعة منها الزيت هكتا نجيبه جبه حتى يدخليك كامل الزيت في الخليط تاعي اذا نسمى الكيك تاعي بلافاني ونزيد قشور الليمون وقشور البرتقال حتى يعني اعطيولك لوحدة الذهيلة اذا نجيب كأس الى ربعة تانى من العصير البرتقال والمانداغين اذا نبدأ ندير الفاغين بعد ما سيرتها نزيد جوج بيكين باودر من 10 جرام ونخلط هكتا بالفوين تخيط خبيان الهنا نديرو فقط لفاغين ملعقة ملعقة حتى نقلكم ابقى دالك كأس كأس منا لفاغين اذا نخلط هكتا بالفوين نخلط خبيان باش يعني ما تقعد ناشى هكتا القرومو التحت تاعي لفاغين كامل نخلطو بالفوين نخلطو حتى نحصلو على خليط يعني خفيف وممطو نسكب الخليط خبيان بعد مولا البيض بالبطر في المول اكتا بالفوين ندخلها في الفرن على درجات 180 درجات ديروها في الوسط تحمر لك من تحت خيط خبيان وشعلها من الفق حتى تحمر لك تحت خبيان نروحو الكريمة اذا نحتاجو كأس يعني عمر من العصير البرتقال كجوج ملاعق للسكر و ملاعق تاع انشاء الزيست دورانج و الزيست دورانج اذا نحن برد في برد نجيب العصير طاعي و نجيب ملاعق تاع السكر نجيب الزيست دورانج نحرك تخيط خبيان و الهنا نجيب برد في بردة نجيب جوج ملاعق تاع المازينة او انشاء و بعد نشعل النار و نحرك حتى نحصل على لفاني نسم لفاني حتى نحصل على الخليط يجي يعني اثقيل عنده الانشاب ينسوغ نخلق بالفوي حتى نحتاجو هذا اذا الهنا الكايك تاعي طابلي تخيط خبيان شوفو درت الموس و جاءنا شوف طابلي تخيط خبيان دا واحد اللون رائع و رائحة تاع الليمون والبرتقال جاولي في الكوزين تاعي هايل هايل الهنا بعد ما نغسلت الموس لأكيك تاعي لازم نشفيه تماما نبدا نسكيب الكريمة تاع الليمون تاع البرتقال و الامانداغين تاعي نسكيبها تخيط خبيان في الموس لأكيك تاعي بعد ما نغسلته و نشفته الهنا نسي فقط بلاس بعد شولي هكدا يعني يجيلي على هكدا نسكي مكامل باش يجي متحف يجي على طبقة واحدة اذا الهنا بعد ما بردلي تماما نلو كيك تاعي والا بسم الله ما شاء الله اذا الهنا بردلي اذا نقلبه هكدا نقلبه هكدا بينسك و ننسي نغطي عليه هكدا نغطي باش هذيك الكريمة لك خامتان الليمون و البرتقال تطلع عليه من الفوق نجيب سلوفا تاعي هكدا و ندخلها الفريجيدير الفريجيدير تاعي حتى تبدلي تماما من هذيك الكريمة عندها لما يزينا بالخف يعني تبدلكم اذا نعاوت نضغط عليها باش تطلع عليه هذيك الجيزكيك هذا الجيزكيك تاع الليمون اذا شوفوا المنظر الاخير جات ريعة روعة عفوا جات اكس تخاضي نغا هايلا افيكاي افيكان جوا افيكان تبو كوبا يعني و رائحة العصير و رائحة الليمون و رائحة لامانداغين و الليمون حمضية هايلا معمرة في الكويزين تاعي نتمنى لكم ينالي اعجبكم هذا الجيزكيك البرتقال يعني اغطنموا الفرصة هذا هو وقت الليمون و البرتقال و الامانداغين يلا الى فيديو اخر بحول الى سلام اوغفواخ اشتركوا في القناة